هدوء حذر يخيم على الحدود التركية السورية هدوء سبقته تعزيزات عسكرية دفعت بها كل من أنقرة ودمشق للمناطق الحدودية فالتصعيد بات السمة الغالبة على العلاقات بين البلدين دمشق قررت فرض حذر على عبور الطيران المدني التركي في أجوائها قرار تقول السلطات السورية إنه جاء بعد خطوة مماثلة اتخذتها تركيا وكانت أنقرة أوضحت أنها ستواصل اعتراض أي طائرة سورية في حال اشتبهت في حمولتها الأمر الذي أثار حفيظة دمشق فالتوتر بين الجانبين بلغ دروته قبل أيام عندما أجبرت تركيا طائرة سورية قادمة من موسكو على الهبوط في مطار أنقرة للاشتباه في أنها تحمل أسلحة تصرف أدانته دمشق وموسكو في حين شددت أنقرة على أنها ستبذل كل ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي التركي شد وجزد ما يفتأ أن يهدأ حتى تتصاعد وطيرته فمنذ مقتل خمسة أتراك بفعل قذيفة هاون سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري والمجتمع الدولي لم يتوقف عن دعوة الجانبين لضبط النفس وعلى صعيد آخر يتواصل تضفق اللاجئين السوريين على الأراضي التركية هربا من الصراع الدائر في سوريا لكن المؤكد أن الحدود التي يقيم بها هؤلاء لم تعد بمنأة عن هذا الصراع ترجمة نانسي قنقر